كان لنا زيارة إلى العاصمة بغدال برفقة السيد محافظة نينوان المحترم وكان هناك اجتماع في الأمانة العامة للوزراء والاجتماع تركز على موضوع البرنامج الحكومي والبرنامج الوزاري يطلقه دول سيد رئيس الوزراء وأيضاً اطلقه البرلمان اجتمعنا مع الهيئة المشكلة من قبل دولة رئيس الوزراء الخاصة بهذا الغرض وتم الاتفاق على تشكيل لجنة في محافظة نينوان تكون براسلنا كمعاون التخطيط وأيضاً عضوية السيد مدير التخطيط وسيد رئيس مجلس التخطيط والتنمية مهمة هذه اللجنة هو عملية متابعة تنفيذ البرنامج الحكومي هناك جداول قدمة من هذه اللجنة سوف يتم تعبئتها بالمشاريع سوف ننفذها المحافظة خلال هذا العام وخلال ثلاث سنوات قادمة كمحافظة نينوان الحمد لله نحن كنا سباقين في هذا الموضوع أكملنا هذا النوع من الجداول الخاص بالمشاريع خاصة لمحافظة نينوان وسوف تقدم خلال يومين قادمين إن شاء الله بعد أن يكون لنا لدينا اجتماع قريب جدا في بغداد بنفس هذا الخصوص المنهاج الحكومي تم التركيز عليه بشكل كبير جدا من دولة رئيس الوزراء ومن قبل لجنة مشكلة لهذا الغرض ونحن لكم محافظة نينوان الحمد لله هكما للإستعدادات تنفيذ هذا البرنامج وأيضاً سوف تنبذق من لجنة برئيساتنا لجان أخرى تشرف على المشاريع التنفذ خلال هذا العام والأعوام القادمة بمعاية معاوية العمار وباقي الأقسام الهندسية في محافظة نينوان